كلنا عارفين ان صوت حرف الاس هو س بس لو جمعوا حرف الاس حرف اليو هيتنطق شو زي كلمتين اللي معانا دو اول كلمة اسمها شور شور ودي معاناها اكيد او بالطبع لو انت بتود على حد تقوله شور يعني ايوة والتانية هي كلمة شوجر 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 ودي معاناها سكر زي اللي بتفرج على الفيديو دلوقتي هو سكر برضو زي الشوجر ده دلوقتي جي دورك قولي في التعليقات على كلمة صوت حرف الاس فيها بقى ش زي كلمتين اللي انا قلتهم دول يالا بستنيك بنقل على طلب الفانس كان فيه حد بيسألني الفرق بين الكلمة دي والكلمة دي الكلمة دي اللي فيها حرف التي اسمها ويت ودي ممكن تيجي بمعنى الوزن نفسه دناون اسم يعني او ممكن تيجي بمعنى يزن اللي هي الفعل اما الكلمة التانية اللي مفاشتي بتنتق كده وي 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 بالشكل ده ودي بتيجي فيرب بس وممكن تيجي بمعنى ان انا اوزن حاجة فعليا يعني مثلا اوزن اوزن كم كيلو يعني انا اوزن الرزة لان اعرف كم كيلو او ممكن تيجي بمعنى معنى انك توزن كلامك مثلا كما تقول بالعربي ودي معناها اوزن 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 يبقى الوقت الكلمة الاولنية اللي هي ويت ممكن تيجي فيرب وممكن تيجي ناون اما كلمة وي فدي بتيجي فيرب بس شكرا لو عايز اقول ان في حاجة مزرجنة او في حاجة معلقة مش عارف افتاحها مزرجنة زي مثلا الباب مزرجن اقولها ازاي هقول The door is stuck يعني الباب مزرجن او الباب معلق لو عايز اقول ان اشخاص محبوسين في مكان ممكن استخدم برضو الكلمة stuck ساعتها اقول We are stuck We are stuck in the room يعني احنا محبوسين في القوضة We are stuck in the elevator يعني احنا محبوسين في الأسنصير يبقى انا ممكن استخدم كلمة stuck عشان اعبر عن ان حاجة مزرجنة مش عايزة تفتح زي مثلا The drawer اللي هو الدرج او الباب او بس اصدمها علشان اعبر ان في اشخاص محبوسين في مكان معين شكرا